قال مدير جمعية الأقصى في اليمن عبدالله الحطامي إن الجمعية نفذت 15 مشروعا إغاثيا بلغت تكلفة الواحد منها ما بين 50 إلى 60 ألف دولار الحطامي أوضح في تصريح ليمن شباب أن تلك المشاريع الإغاثية تم تنفيذها في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالنسبة للدعم الحمد لله نحن إلى الآن أقمنا حوالي 15 مشروع إغاثي لغزة يعني المشروع الواحد يكلفنا ما بين 50 ألف دولار إلى 60 ألف دولار لأننا قسمنا المشاريع إلى مشروعات صغيرة بسبب أوضاع الحرب وبسبب ضعف الحركة داخل غزة داخل القطاع وفي جباليا وفي المناطق المختلفة وبسبب ظروف الحرب فقسمنا المشروع الكبير إلى عدة مشاريع إغاثية على مستوى مناطق معينة وضاف مدير جمعية الأقصى بليمن يمن شباب أن محافظة مأرب تصدرت المحافظات من حيث حجم التبرعات لغزة التي بلغت أكثر من مليار وخمسين مليون ريال خلال الستة أشهر ماضية من إجمالي ثلاثة مليار وسبعمائة مليون ريال تلتها محافظة تعز ثم أمانة العاصمة تعتبر معرب احتلت المركز الأول بلغت إجمالية التبرعات التي وصلت إلينا من فرع معرب أكثر من مليار وخمسين مليون أكثر من مليار وخمسين مليون خلال الفترة الماضية كلها خلال فترة الأشهر الماضية من إجمالي ثلاثة مليار وسبعمائة مليون الإجمالي كلها ثلاثة مليار وسبعمائة مليون منها مأرب تصدرت رقم واحد يليها طبعا محافظة تعز يليها محافظة الأمانة يليها محافظة الأمانة